حياتك الكونية أنت مثلا من الاندروميدان أو من الابليديل أو من الإسوديين وتكتشف أنه هناك يعني من الجنس البشري أيضا اندروميدان وممكن تعرف أنه هذا أخوك والآخر أختك فكيف تتنظم الأمور وهذا الموضوع مهم جدا جدا وحقيقة تعطيه انتباه وتفكير وتخطيط وصلاة أيضا الأمر هذا كوني علمي فلسفي روحاني كوني علمي فلسفي روحاني يعني مش فقط أنه هذا أخي من الاندروميدان وهذه أختي من الاندروميدان وحن ستة أشخاص من الاندروميدان وتعالوا نلتقي وواحد مع الآخر مسيجات ليس بهذا المعنى لكن فيه عمق فلسفي روحي فكري على القالب أن يفهم يعني أن الكائنات الأخرى كيف تعيش النظام الكوني تمام في حياتك الكونية انتبه الآن أنت هنا ونفترض الآن هاي حياتك الكونية اكتشفت أنه من الأرض الآن تمام من الأرض اكتشفت أنه لديك أخ وأخت من الاندروميدان نفترض يعني أنت من الاندروميدان واكتشفت أنه عندك من الأرض في دولة أخرى أخ من الاندروميدان وأخت حقيقيون تمام يعني هنا في الحلقة 1233 وضحنا هناك ممكن يدعي وهناك حقيقي وضحنا هذه الأمور بس أريد أن نركز هنا يعني في هذا النقاش على نقطة مهمة أو نقاط مهمة ففي رحلتك ما حتبقى الرحلة ثلاثة انتبه فأنت كلما تتقدم بالحياة الكونية القائمة تزداد إضافات يعني يأتيك شخص آخر ممكن بليديا من الأرض وتكتشف أنه ابن عمك من الكون الآن أصبحوا كم؟ أصبحوا ثلاثة معانا شبابنا؟ فقط انتبهوا على الأمر الأمر مهم حقيقة أنك تركز وبعدها القائمة تضاف يعني أنت ارتفعت صعدت ماذا نقصد ارتفعت صعدت؟ يعني تحاوراتك الكونية ازدادت معرفتك الكونية ازدادت وعيك ازداد بدأت تستلم أمور كثيرة تتعرف من خلال الأمور الكثيرة على حضارات كونية فهنا القائمة تزداد انتبه انتبه القائمة ماذا؟ نقول قائمة التعارف الكونية فيضاف الرابع وبعدها يضاف الخامس وبعدها يضاف السادس ماذا نقصد الرابع الخامس السادس الآن؟ يعني ممكن كائنات بشرية تكتشف انهم اخوانك خواتك اولاد عمك ها؟ وانت صاعد باتجاه الحياة الكونية وتكتشف ايضا كائنات اخرى توجهك ترتبط بك اكثر واكثر الكل اوكي اعتقد ها؟ شبابنا معنا الكل الان تصعد مستوى اعلى القائمة تزداد اكثر يصبح سبعة وثمانية ها؟ ممكن يصلون خمسين ماء نكتب هكذا القائمة تسعة صحيح؟ عشرين كائن كوني سواء من الارض او من حضارات اخرى انت تتفاعل معاهم تتفاعل بفلسفات بحوارات بافكار ترتفع اعلى ها؟ القائمة تزداد يصبح كم هنا ممكن مية معانا الف كائنات كائنات انت متفاعل معاها فلو تلاحظون من البداية انت بديت بتلاثة اشخاص لكن اين تتصل القائمة ها؟ ممكن الاف وآلاف وآلاف من الكائنات انت متصل معاهم باستمرار وممكن الان تصل نفترض الان بحياتك الكونية تصل نفترض الى المستوى التاسع تمام؟ نفترض هكذا التاسع فانت تكون بارتباط ممكن يعني هذا فقط افتراضا ممكن بأشرة مليون كائن انت جمعتهم من خبراتك من الان وصعودا المستوى الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن الان وصلت للتاسع تمام اعتقد الكل اوكي يجب عليك ان تنتبه عندما تبدأ يجب ان تبدأ بداية صحيحة جدا جدا يعني مش تتسرع لان القائمة تضاف تضاف فابدأ بداية صحيحة انه انت افهم مين انت هنا يعني هي عال بداية مين انت هنا قبل ان تتجمع الاضافات مين انت هنا يعني يجب كل طالب يسمعني من الان قبل ان تحلق بالاضافات كيف تعرف نفسك فانت تعيش بوعي انت كائن الابدية انت كل المستويات انت كل الابعات وهكذا ترى الاخرين معنا دعونا نركز هنا يعني نرجع في هذا المستوى واعتقد يعني هذه المستوى القريبة دعونا نفترض هذه المستوى القريبة يعني مش هذه نقصد هنا سوف سوف تجد نفسك ايضا ها انت يجب ان تكون تحت ممكن اشراف ممكن مجموعة ممكن قائد يعني يعني انت تكون مستمر ها اما مع المجموعة مع القائد حوارات فلسفية نقاشات تمام وانت صعد في مرات هذا الموقف تواجهه انت مرات هناك مسألة اريد ان اوضحها ممكن يحدث ما يسمى بالتخصص ماذا اقصد بالتخصص يعني انت هنا انت ممكن تتخصص ببناء مركبات كونية فقط ممكن يعني تتخصص انتبهوا ببناء ها مركبات كونية فقط معنا فممكن هنا القائمة تتحدد بنوعية عملك يعني ممكن انت ما تحتاج اضافة اكثر ممكن اربعين شخص انت متصل معهم فقط او مات شخص فقط ها لان عملك طبيعة طبيعة يعني يعني فقط انه انتم تتحاورون تتبادلون النقاشات ها لكن نركز على الانطلاق الاولى حقيقة هذه جدا مهم انهم لا تتسر لان اعرف القائمة سوف تزداد انتبه هو هذا الدرس المهم اي القائمة تزداد فتأنى انه ادرس العلوم هذه يعني هذا جزء ممكن يعني كيف تنجح ممكن في الحياة الكونية ادرس ادرس العلوم هذه ادرسها افهمها اكثر اذا وصلت الى هذه المرحلة ها فانت لديك خبرات عالية بحضارة الاكوان بحضارة الكائنات لان اتصالاتك كثيرة الان سوف نسأل سؤال مهم مرتبط بالحلقة السابقة 1223 و33 عندما ناقشنا المستويات تمام يعني تصعد من الخامس للسادس للسابع للتاسع للعاشر الى ان تصبح نجمة انتبهوا الان هذا شيء مهم بعد ان تصبح نجمة ماذا يحدث هذا نشاركهم معاكم نحن توقفنا تمام بالحلقة السابقة انه تصل الى ان تصل الى النجمة لكن ممكن شخص يقول طيب ماذا افعل وصلت الى النجمة تجاوزت انا كل المستويات واصبحت نجمة ضوئية هنا ماذا افعل فالان نناقش ماذا تعتقدون هذا شيء جدا مهم الان هذا الجواب يعني جدا صادم انه مسألة النجمة فيها موضوع مهم جدا جدا في حياتنا حقيقة يعني ماذا تعتقدون يا عزيزتي ماذا اعتقد معنا أستاذ عزيزتي اعتقد انه في هذه المرحلة سلتحد بالخالق وثم ماذا ممكن طالب ممكن طالب يسير وثم ماذا التحتي مع الخالق وبعدها ماذا يحدث تصبح خالق تخلق صح طيب ندخل في مابعد الابدية مرحلة مابعد الابدية هو كما قلنا نحن بالحلقة السابقة انه نحن يعني انت هذه بدايتك الان تمام فحقيقة انت سوف تمر بكل هذا انتبه يعني كل هذا الان تجد نفسك نجمة ضوئية اي استاذ ها عزيزي اذا وصلنا الى النجمة الضوئية سوف يعني نكون متحدين بكل الكائنات مهو طالب ممكن يسألك ثم ماذا اتحدنا بكل الكائنات اصبحنا الخالق ذاته ماذا افعل عندما اكون نجمة صح صح ماذا تفعل نعم صح الخلق وتطوير الكون نعم خلق الكائنات التعلم او مع الاتحادي نعم صحيح اي جواب آخر باعتقادكم مستعد اعتقد انه هنا في هذه المرحلة سترسل الضوء يعني ترسل الضوء من الابعاد الاخرى صح فتكون كأنك مشرف مشرف على الابعاد من الابعاد اللي تحت ترسل الضوء يعني نعم اي اي ام وهو بالمناسبة وريدنا نقول لكم شيء يعني حياتنا الكونية انتم كل واحد يدرس الحياة الكونية انه نقول استعد لي هذه الرحلة هو هكذا انت تبدأها من الثلاثة من هنا واصعد الان اعرف هذا يعني وهذه ما حتتوقف وانت بكل هاي المستغيات كلها دراسة دراسة اسئلة نقاشات صلاة الى ان تصل الى النجم وحتى النجمة ما تتوقف يعني هنا وشارككم الامر المهم بمسألة النجمة الضوئية لان النجمة الضوئية امر في غاية الاهمية حقيقة وصلت الى النجمة الضوئية وطبعا ابدأ تعيشها من الان بالمناسبة انت مش تنتظرها اوكي اعطوني مجال يعني يعني نطبق تفعيلات النجمة حتى نعيش وعي النجمة الضوئية من الان بالنجمة الضوئية وصلت هنا ماذا تفعل هذا الجواب الذي اقوله لكم ممكن ما بعرف صادم انت عندما تصل للنجمة الضوئية يعني انت تجاوزت مراحل عظيمة في فهم الكون تمام تجاوزت مسؤوليات عظيمة فوصلت الى هذه المرحلة هنا يبدأ عندك شيء يسمى بتصليح الاكوان يعرضون عليك يقولون لك مرحبا بك لدينا تريليونات من الاكوان المتصحرة اي نعم وانت ابدأ معانا لكن انتبهوا تريليونات مش كون تريليونات من الكواكب تريليونات من الفضاءات الخالية وانت ازرع هو هذا تصل الى النجمة الضوئية مش يعني خلاص لا وانما تبدأ بخلق تصليح تريليونات من الاكوان بهذا المصطلح الفاضية الخالية المتصحرة تبنيها بالحياة وهذا هو دور زعماء الاكوان حقيقة يعملون ببناء الاكوان تصليح الاكوان بناء الاكوان اين هو هذا بناءهم ومسؤولية عالية جدا جدا طبعا فهم يعدوننا لهذا الدور تعرفون لانه انت انت لماذا تسافر يعني هنا هنا نرجع هنا هنا نرجع لهذا المخطط يعني عندما تصل انت الى المستوى الخامس طيب مش النهاية المستوى الخامس بعدها تعيش فترة انتبه تعيش فترة وفيها تزداد الاتصالات عندك تمام وبعدها تصعد الى السادس وبالسادس تبني يعني هو بناء الخامس بناء السادس بناء بالسادس زيادة الاتصالات تصعد للسابع للثامن للعاشر الى ان تصل الى بعد النجمة النجمة الضوية نركز ممكن في النقاشات القادمة هذا كيف نبني هذا يحتاج لتركيز البداية هذا هذا مش هذه هذا ممكن شوية حقيقة يحتاج لتركيز ونقاشات هذا هذا مهم لان هنا ممكن تصبح فوضى اي هذه هذه نعملها بنقاشات قادمة تمام ايه عزيز عندك سؤال تفضل او تفضلي او اصباز اه عزيز لما لما الرابع بيطلع على الخامس والخامس بيطلع على السادس وهيك يعني ايه ما عد في رابع خامس سادس سابع يعني ما عد في مستويات ما عد في درجات اكوان يعني كلهم بيصيروا فوق نجوم احنا عندما نصعد انتبه وعندما نصعد مثلا نحن نصعدين للخامس والخامس نصعد للسابع والسابع نصعد للتاسع وهكذا هو الكل انت انت الان انت كل الابعاد انت كل القوة انت كل الفرح فهو ما فيه ابعاد احنا نقول الابعاد من التسمية هو ما فيه بعد البعد هذا تسمية باللغة بتاعتنا انت اللي كل واحد يسمعني انت كل الابعاد انت الان كل الابعاد ف كأنه كأنه انتبه كأنه نحن نحن نصل نحن فكلامك باستخدام اللغة بتاعتنا صح كأنه نزيل القديم لأن القديم الثالث الرابع الخامس السادس حدث بسبب الشرخ الكوني اللي تابعون برامجنا يعرفون قصة الشرخ الكوني ف اجيبك من المفردات اللغوية الارضية صح يجب ان تزال البعد الخامس يزال والسادس يزال نعم والسابع يزال ما تفيد آه صح لكن من اللغة الارضية وانت اثناء الازالة انت كل الاكوان انت النجمة الضوئية انت القوة وانت صادة يعني انت تزيلين وانت كل القوة وانت كل الحب وانت كل الاكوان وانت كل الابعاد وتصعدين تصعدين تصعدين والقائمة تضاف يعني انت صادة للبعد السابع ممكن ما ما بعرف مئة الف كائن مختلفين بالتصالات تحاورات والكل هم خالقين انتبهي الكل متواضعين الكل متشاركين بالمحبة وتصعد تصعد 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 وهكذا استاذ عفوا يعني كلنا رح نتوحد النهاية كنجمة كبيرة مثلا هنا الان يعتمد على قرار الانسان وقرار الكان لدراكونيان قسم منهم لا مش هكذا ما هو الان يعتمد على فكرك انتي وفكري ما هو الفكر ما هو هناك الحرية ممكن قسم يبقى بالثالث ممكن قسم يبقى بالخامس نعم تجدين كائنات بالخامس باقية بالخامس صح لا ليس الكل ما اعتقد الكل شكرا لأن هي موجودة الحرية حرية الصعود او حرية الاختيار لكن صراح حقيقة اي انا اشكرك لكن اريد ممكن نناقشها بلقاء اخر انه هذي كيف كيف نرتبوها هذي يحتاج لها ترتيب هذه هذه البدايات ممكن حقيقة ترتيب عالي هذي يحتاج لها بعدها عندما ممكن تتقينها هذه تكون اوتوماتيكية لأن الكل يعرف العمل الكل هنا ممكن نقول متناسق لكن هنا اعتقد ما يزال يحتاج فهم دراسة توضيح اكثر ها استاذ ها عزيزي انتي اعتقد انه في المرحلة الاولى يعني الطالب الطالب يعني يكون يكون ثابت لا ينجر في وراء العواطف يعني صح اي اي يعني امامه مرحلة يعني اي ما هو اي عزيزي ما هو مثلا ما هي ايش الفكرة يعني ممكن هو الان هنا نفترض الان يعني مثلا مثلا هو الان هنا خلنا نقول بمرحلة ثلاثة اشخاص يعرفهم فهل هو سوف يقبل يضيف من هنا خمسة من فوق وهنا ستة وهنا عشرة وهو ما يزال اساسا هنا هو ما عارف ايش يصير لحظة ها ولهذا نقول تأنى يعني ممكن هنا هو في هذه المرحلة هنا هو يعتمد ممكن عائلته الكونية ها تدرسه ها هنا عائلته الكونية واذا كان هو ينتمي الى مجموعة وهؤلاء الثلاثة يدرسون معا انتبه انتبه لحظي يدرسون معا يفهمون معا لأنه ما بيقدر يصعد اكثر لاضافات اكثر فهو الآن مع عائلته الكونية يدرس معاهم ومع يعني هؤلاء الاشخاص يدرس معاهم ايضا وممكن مع مجموعة فهو هل تردد ذات الان هو ما يقدر يقفز اعلى واضح وممكن ايه وممكن اريد ان اضيف ممكن يعني لو نقول عائلته الكونية هنا يعني ممكن هي تساعده ايضا تساعده ممكن ان يصعد اعلى ممكن يعني ايضا هذا يعني ممكن هي تمشي معاه بالصعود يعني هو ممكن يصعد هنا وعائلته تصعد معاه هو يصعد هنا هذا ايضا يصعد فيها فيها فكر وهي حتى هذه المراحل المتقدمة هذه يعني عندما مثلا الشخص يصل اليها عندما الشخص يصل إليها هنا بمعنى عنده حكمة عالية وفلسفات كونية عالية طبعا ممكن هنا نفترض متعرف على حضارات كونية متعددة لأنه تجاوز كل هذه البدائيات الأولى وصل إلى هنا هن؟ أي